موسيقى اهلا مرحبا بكم مازالا مشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة الجديدة من برنامج يكم عشر اسكايب حديث عراقي في هذه الحلقة نستكمل حديثنا عن مجزرة جبلة اللي حصلت في الأسبوع الماضي في محافظة بابل طبعا وكالة الصحافة الفرنسية تحدثنا كثير عنها ونكمل الحديث وكالة الصحافة الفرنسية تقول أن مجزرة جبلة أظهرت كذب الرواية الحكومية وكذب كل أجهزتها وكشفت عن أن النفوذ في وزارة الداخلية وفي كل القوى الأمنية قادر على تحريك قوى مسلحة ضد مدنينة وارتكاب مجزرة مروعة وهذا واقع الحال يعني ربما واحدة من أخطر الأمور يعني الكاظم يتحدث يعني ذهب إلى مجلس العزاء وقال أنه قبضنا على الفاعلين وسنحاسبهم ما فائدة هذا وهذا خلل في المنظومة الأمنية في بعض الخلل لا، هو خلل في المنظومة الأمنية خلل بنيوي هذا ليس خلل الأفراد، هذا ليس خلل شخص أو شخصين أو عشر أو عشرين هذا خلل بنيوي في المؤسسة في بناء هذه المؤسسة في بناء هذا الفكر، هذا الإطار القاتل المدمر العدول للشعب هذه الحقيقة لأنه عندما تقرأ تبرير مباشرة تبرير وزاعة الداخلية والقوة الأمنية لهذه الجريمة ومحاولة تضليل الشعب ومحاولة جعلها شرعية وقانونية وقتلهم هو قانوني هذا أكبر من الجريمة، هذا يحاسب عليه أكبر من الجريمة لأنه مباشرة ألفوا قصة أنه هناك أرهابيين وجابوا أسلاح من عندهم وضعوا قريب من بيت هذا الرجل المغدور وضحية، هو عائلته ودعوا أنه قام قتلهم وانتحر لاحظوا القصة، وهذه كم مرة أغلفت هذه القصص وهذه الروايات فبالتالي المجزرة نعم مجزرة بشعة ارتكبت لكن الأبشع منها هو تبرير القوى الأمنية ومؤسساتها والدولة والحكومة لهذه محاولة تبرير هذه ومحاولة الضفاء الشرعية عليها واعتبارها قانونية وأنها طبيعية لمواجهة الرهابيين وبالتالي، لكن الشمس تشرق دائماً ولا يغطيها الغرباء مثل ما يقول والناس متطلعة والناس شافت وشاهدت ما جرى وبالتالي الحقائق واضحة والصورة واضحة ولا يمكن إخفاءها وجريمة بشعة جداً جداً من الجرائع المرتكبت هي المصيبة ليست في هذه الجريمة ليست الجريمة الوحيدة لكن مع ذلك علينا أن نتحدث ربما بأكثر بأكثر ربما نوسع الحديث حديث الكاظمي في حديثه لمجلس الوزراء قبل أيام بعد هذه المجزرة قال أنه كنا متضررين من النظام الدكتاتوري السابق ونحن لا نقبل وحاربنا ونظلنا ضد النظام الدكتاتوري ماشي طيب تركنا من النظام الدكتاتوري وماذا عنكم؟ قال لا يجوز أن تحصل مثل هذه في النظام الديمقراطي وهنا نتوقف هل أنتم نظام ديمقراطي؟ هل هذا في العراق نظام ديمقراطي؟ هذه الميليشيات والأحزاب الطائفية والخراب والفكر الطائفي والشتائم والتهجير والقتل والذبح على الهوية اللي جرت ساطاح السنة وتهجير الناس عشر ملايين عراقي خارج العراق ست ملايين هجرتهم ودمرتم مدنهم بحجة الأرهاب وبيوت خربت الآن هذا البيت اللي خرب يعيز صورة كل المحافظة اللي يدمر بحجة الأرهابيين بحجة بحجة مواجهة الأرهابين هؤلاء أيضا لكن ربما ظهرت حقيقة هذا البيت ولم تظهروا حقائق تلك المحافظات كاملة واللي أهلها صرخوا وقالوا وعاثوا لكن لا أحد يسمحهم يعني صرخوا وقالوا يا ناس ظلمنا كانوا يتحدثون عن مدينة الموصل فيها ثلاث ملايين شخص وفيها يقولون ستة آلاف واحد من داعش أرهابي طيب علموا ستة آلاف داخل ثلاث ملايين إنسان عراقي وفي بيوتهم تدمر المدينة على رؤوس أهلها ولحد الآن الجثث تحت البيوت هذه الحقيقة هذه القوى الأمنية والميليشياوية والقوى العصابات التي تتحكم العراق هذا واقع الحال ويتحدث عن نظام ديمقراطي طيب إذا أنتم ديمقراطيين دعونا نرى ما هي ديمقراطية في هولندا ديمقراطية لكن وزيرة خارجية هولندا استقالت بسبب نقص في الإجلاء من أفغانستان اتهموها بأنها مقصرة قصرت الدولة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان استقالت قدمت استقالتها لأنها لا تستطيع أن تواجه الشعاب نحن هنا في العراق المواطن يدفع ثمن أخطاء الحكومة وجزتها لماذا لا أحد يعرف في كل العالم لا أحد في بريطانيا في زمن حكومة تيرزماي قبل سنوات قليلة قبل أربع سنوات قبل سنوات استقال أربع وزراء من الحكومة البريطانية من ضمنهم وزير الدفاع مايكل فالون ونائب رئيس الحكومة داميان قرين وهذا تهمهم بالتحرش وزيرة الدولة التنمية بريتني باتل ووزيرة الداخلية أمبر تراد استقالوا بسبب اتهامات لهم من المواطنين بالبرلمان وصلت وترموهم استقالوا لا يستطيعون تعامل هذا وكثير من هذه وربما تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة في كوريا في كوريا الجنوبية عام 2014 عندما غرقت العبار وفيها بعض طلاب التلاميذ أغلبوا من لي غرقة وطلاب التلاميذ استقالت الحكومة كلها استقالت الحكومة لأنها لا تتحمل مسؤولية حياة الناس استقالت ووضعوا تحت حكم القضاء هذه الحقيقة الحكومة الهولندية كلها استقالت أثر فضيائحة بسبب أغطاء في مدفوعات تخص رعاية الأطفال استقالت الحكومة له هذه الدول الدول الديمقراطية وزير الصحة النمساوي استقال لأنه قال أنه لا يستطيع أنه يعني تعب ما يقدر يواصل الطريق في مكافحة كوفيد 11 والشعب مسؤولية وكبيرة فاستقال لأنه ما يتحمل ضغط الشعب يتحمل ضغط ضميرة هذه الحقيقة وزير الصحة والزراعة بحكومة الألمانية استقالوا لأن التهم هذه الدول الديمقراطية تتحدث عنها ديمقراطية يقتلون الناس بدم بارد والله كما بدنا بدنا مدير استخبارات جبلة ما أعرف منه مدير استخبارات بابل تشيله مننا تشيله مننا مثل هذا اللي قتل الناس الفريق الجميل هذا اللي قتل الناس في الناصرية دخلهم من جسرة من الجسر وقتلهم في فجر أحد أيام التظاهرات أيام الاعتصامات قتلهم ووراها طلاع معيني رئيس جامعة العسكرية ما أعرف شنو استراتيجي والتالي فريق بعده ورتبته فإذن أنتوا تضحكون على العالم وبالتالي الناس تتسلون بآلام العالم والناس تدفع أخطاءكم تدفع جرائمكم ثمن لجرائمكم هذه الحقيقة الجريمة كبيرة لا يمكن مداراتها لا يمكن التعميم عليها لا يمكن إيهام الناس بأنها قضية عابرة هذا وضع الحال والخلل ليس نقولها للمرة الألف لا يتعلق بشخص وشخصين وعشرة وألف الخلل بنيوي في بناء هذه المؤسسات الأمنية العسكرية في العراق بنيت على أساس طائفي وتقسيمات طائفية ومحاصصات أثنية وطائفية وبالتالي رايات مختلفة عقيدة غير موجودة وهذا المستوى الذي وصلوا إليه هذا المستوى في الانتماء للوطن لا انتماء للوطن لا انتماء للمواطن كذبة كبيرة محاولة لتدمير العراق وتدمير أهله وإشاعة الفوضى وسفك الدماء بهذه الطريقة يعني الرحمة والضفران لهذه العائلة ولعوائل كثيرة وكم من السجون من معتقلين أبرياء بتهم كيدية والمخبر السري مئات الآلاف في السجون الآن الكاظمي يعترف بأنه ربما يوجد لا مربما أكيد موجودين لكن من سيعوضهم من يعوضهم عن سنوات الحرمان هذه هذه العائلة يقول سنعوض العائلة ماذا تعوض عنهم واحد العشرين شخص توفى وراحه ومن يعوضهم وكيف ستعوضهم كيف ستعوض هذه الارواح البريئة التي قتلت أين ستتذهبون من الله أنتم غير يحاسبكم مع الأسف الشديد أعزاء المشاهدين هذا العراق مع الأسف الشديد يشهد مثل هذه الأحداث ويحكمهم مثل هؤلاء الناس مع الأسف الشديد حيكم أعزاء المشاهدين ونلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم شكرا